اول سؤال جنة بيقول السلام عليكم من فضلك يا شيخ انا عايشة في بيت عيلة حماتي بتعملني وحش جدا مع اني بساعدها في شغل البيت وبتعامل سلفتي احسن مني وبتكلموا علي وحش قوي ومحدش بيكلمني انا نفسيتي تعبت جدا جدا وممكن تقول لي كلمة ليه علشان انا والله بعملها كويس قوي مش عارفة بتعمل معايا ليه كده هي بتقول ممكن تقول كلمة ليه وكأن انا اكلمها هي انا اقول لك انتي ولا اكلمها هي ممكن اكلمها هي واكلمك انتي كمان انا عايز اقول لحضرتك حاجة الاول خالص انا دي نصحت للناس كلها انا عايز اسأل سؤال مين اللي علمنا ان احنا اصلا موجودين ونعامل الناس بالاخلاق لازم الناس يعملون بالاخلاق مين اللي قال كده مش بالضرورة على فكرة ونعمل ايه في القرآن طيب ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني ايه اللي حاصل لا القرآن قال لنا اللي بيئزيك ولا بيدائك ده ده راجل مجرم ووحش ولازم تنتقم منه ولازم تاخد حقك منه ما حصلش احنا الاساس عندنا اللي عنده اخلاق بيفضل يتعامل بالاخلاق مع الناس حتى لو الناس اسائت الادب معه حتى لو الناس اسائت اليه عارفين ليه احنا لسه كنت في حالة النهاردة بنكلم عن العهد والوعد من العهود اللي ربنا اخذ علينا العهد الذي بيننا وبين الله اسمع حضرتك كويس اقول العهد الذي بيننا وبين الله ان نطيع الله في من عسى الله فينا ان احنا نعمل ايه نطيع الله في من عسى الله فينا يعني واحد اسألين وظلمنا نطيع ربنا فيه فننصفه ولا نمنعه حقه ونحسن اليه ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ عن فكرة الواصل مش بس الواصل للرحم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحم وصلها يبين لنا بقى ده حضرة النبي في حديث ثاني يقولي لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يتقابلان فيعرض هذا بوجه ويعرض هذا بوجه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أهو ليس الواصل بالمكافئة أهو إذن أنت لازم تعرفي ده افتراض إحنا افتراضنا إننا لما أعامل حد كويس هو لازم يعملني كويس وإلا يبقى أنا أمتنع عن الأخلاق وأمتنع عن الخير ده افتراض مش صحيح افتراض غير ديني افتراض غير أخلاق على فكرة افتراض لا نفهم فيه معنى الأخلاق الأخلاق نفعلها لأنها تضيف إلينا قيمة لا أننا نحصل على شيء من الناس من خلالها الأخلاق قيم لأنها تضيف لنا قيمة عند الله مش قيمة عند الناس أقول لكم حاجة تعالوا نعرف ما صار النفع اللي ربنا كتبوا في الأخلاق أنا أفعل الأخلاق فربنا سبحانه وتعالى الخلاق يقبلنا في حضرته فإن اللي حاصل فلما يقبلنا يضع لنا القبول بين الناس يبقى لازم الأخلاق نروح بيها عند مين عند الله وهو فعال لما يريد بقى يصلح قلوب الناس يختبرنا بالناس فعال لما يريد يبقى إذن أنا وبتعامل بالأخلاق المسار مع الله مش مع الناس المسار اللي مع الناس دي أقول لكم حاجة يبقى الناس اللي ربه الشخص ده محتاجين كانوا يزكوه مش ربه بس مش يعودوه يجعلوه من أهل التسكية فأهل التسكية لما يجوا يعلموا أولادهم يعلموا أولادهم إنهم بيعبدوا الله بالأخلاق ويبقى كل واحد بنتعامل معاه ده محراب عبادة يعني مثلا أنا سألين مثلا أنا لما أصلي أنا بصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني عطية ولا بصلي لأن الله يحب الصلاة ولأن الصلاة تصلتهم بين العبد وربي كذلك أنا بحسن للناس لأن الله يحب الإحسان ولأن الله سبحانه وتعالى إذا أنا أحسنت جعل حياتي سعيدة لما أعمل كده الناس تشوفني مختلف لأنها تشوف نور ربنا في وجهي فلذلك حمايتك دي مش هقولك ما تسأليش فيها أو طنش فيها أنا هقولك حاجة واحدة بس أعبودي ربنا فيها مش أنت لما ممكن تكوني تعبانة تقومي عشان تصلي كذلك لما يكون قلبك ممجوع تحسني وتسمح وتتجاوز عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبلك ولذلك الله سبحانه وتعالى لما سيدنا أبو بكر عمل مع مصطح وخلاصه وأوقف الصدقة اللي كان بيدعاله عشان تكلم في حادث الإفك ربنا نحن خطفه ألا تحبون أن يغفر الله لكم لأنه أحب قال أحب يا رب وأعاد الصدقة وأعاد الصدقة اللي بيدعاله مرة تانية وكانت سمع صلة فأعاد الصلة اللي كان بيوصلوا بيها يبقى نعمل كده يبقى نعمل رأيي أن الكلام ليكي أنت أن في الحقيقة استمر في اللي أنت بتعمليه بس استمر في اللي أنت بتعمليه يجي بعض الناس يقول لك أنا بعمل ربنا طب أنت بتعمل ربنا إيه بعمل ربنا مش بعملكم أنتو يا شريرين لا ده مش معاملة ربنا لا إذا رأيت إذا رأيت الجميل ماذا ماذا زال كل شيء سقيل كل شيء يزول أنت بتعمل ربنا فمش شايف حد غير ربنا لما حد يعمل حاجة تتبسم كده وتقول له يا رب أنت عارف أن أنا بعملك ومش فاهمين أن أنا بعملك وخلاص فانتهت القضية زي حضرت النبي لما كانوا يسيئوا إليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ماهدي قومي فإنهم لا يعلموا فإلا حاصل يبقى أنت استمري في طعتك وما تشتكيش يستمري في هذا طب ودعي يخليك مرتاح لأن طول ما أنت بتزعلي بقى أنت منتظرة حاجة لكن لو مشيت من غير ما تزعلي يبقى خلاص أنت وصلت أنت تعملي مولانا سبحانه وتعالى أما بقى حماتك فأنا بقول لها اتقوا الله وأن تفتنوشي الناس ما تفتنوشي أهل الأخلاق ولا تكون يعونة للشيطان عليها ولا تكون يعونة للنفسها الأمر بالسوء عليها اتق الله في نفسك ده في الأخ خالص هتبقى أم أحفادك فاتق الله فيها ولو كسرت قلبها الله سبحانه وتعالى سيأتي هذا القلب شاهدا عليك يوم القيامة إن أنت أزيتها وظلمتيها فاتق الله فيها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال وتوبوا إلى الله بماذا؟ بالإحسن للناس وجبر الخاطر فتوب إلى الله واجبر خاطرها لو كنت أزيتها أو أردت تكسريها إن شاء الله ربنا يكرمك ويفتح عليك اشتركوا في القناة